قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إن المجر لن تستضيف اجتماع وزراء خارجية الاتحاد وذلك في مؤشر على اتساع الغضب الأوروبي من الانفتاح الذي حدث مؤخرا في العلاقات بين بودابست وموسكو وقال بوريل إن الاجتماع سيؤقد في بروكسل بدلا من بودابست في أواخر أغسطس القادم وذلك بعد زيارة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان لموسكو وبكين دون دعم من الاتحاد الأوروبي ومن جهتها وصفت الحكومة المجرية سياسة الاتحاد بأنها مؤيدة للحرب